اشتركوا في القناة وعلى أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازوا الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم هي الطفو يوف فطف سبعا بمغناها أرض كربلا أرض أبي عبد الله الحسين هي الطفوف فطف سبعا بمغناها آياء فما لبكة معنا دون معناها هي المباركة الميمون جانبها ما طرسيناها إلا طرسيناها غايا أرض ولكنها السبع الشداد لها دانت وطأطأ علاها لأدناها آياء وكيف لا وهي أرض ضمنت جثثا أيواء حسين أيواء أبا عبد الله وكيف لا آياء وهي أرض ضمنت جثثا حسين أيواء ما كان ذلكون لا والله لولا آياء أيواء فيها الحسين وفتيان له بذل رحم الله المنادي وحسين فيها الحسين وفتيان له بذل أيواء في الله أي نفوس كان أزكى آياء أي آياء 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 ورأس أكرم خلق الله يرفعه أيواء سيدي أيواء حسين ومصيبتا ورأس أكرم خلق الله يرفعه أيواء على السنان سنان وهو أشقى سعد الله قلب الحورى زينب لما نظرت إلى رأس أخيها ضربت رأسها بعمود المحمل وإذا بعيني الإمام تتوجه إليها لسان حاله يخاطبها وأنت حافظ هذه الأبيات وأنت الخطيب والله ناداها من فوق الرموح الله يرعى عادي صبري أخوي وسلمي أمرك المولى راسع لراس الرموح هرى يحويا وياك يبرى العائلة ويرعى ليطيحوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم لما أراد أعداء الله عز وجل أن يضربوه بسهم يزيدهم تلقى أبو عبد الله الحسين عليه السلام ذلك السهم بمهجته الشريفة فسالت دماؤه الطاهرة فداءً لله عز وجل فأنزل الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة وأول بيت هو الحسين عليه السلام وبكة هي كربلاء المقدسة هكذا يذكر تأويل هذه الآية الشريفة السيد الجليل العالم الكبير آية الله الشهيد محمد كاظم الحسين الرشد على الله مقامه الشريف اللهم صلى على محمد في تأويل هذه الآية الكريمة إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة والبيت يطلق على الإنسان كما يطلق المدينة ويطلق الباب أنا مدينة العلم وعلي بابها وهذا من روائع التأويل للقرآن الكريم وإعجازه المبارك خصوصاً أنتم أتباع مدرسة الشيخ الأوحد على الله مقامه تتميزون عن غيركم بهذا وهو أن لا تكتفوا بالظواهر لأن القرآن له ظاهر وظاهر ظاهر إلى سبعين وباطن وباطن باطن إلى سبعين وتأويل وتأويل تأويل وباطن تأويل إلى سبعين فمن يعرف بعض هذه الأمور تكون له الدرجة العالية يوم القيامة وإن شاء الله في الليالي القادمة أعرج على الإشارة إلى أهمية هذه العلوم ومنزلة من يطلع عليها ويعرفها ويؤمن بها عند الله عز وجل هذه المنازل العالية تكون على قدر المعرفة لا على قدر الرواية وعلى معرفة الأسرار ومعرفة البواطن ومعرفة الحكم أكثر من معرفة الظواهر من هنا يكون حديثنا الليلة عن قدسية أرض كربلا وفضلها عند الله سبحانه وتعالى طبعاً في الشريعة المقدسة أخذت تربة كربلا مساحة واسعة في أمور عديدة وكثيرة أحاول إن شاء الله في هذه الدقائق أذكر بعضها مثلاً في فضلها وفي شأنها في مضمون بعض الأحاديث إن مكة افتخرت على بقاع الأرض قالت من مثلي وفي وعلى أرضي حرم الله الكعبة التي يأتيها الناس من كل فج عميق فقال لها الله أوحى الله عز وجل لها أنقر واستقر فلولا كربلا لما خلقتك وإن فضلك في فضل كربلا كالقطر من البحر كالقطر من البحر وفيها وفيها أحب الخلق إليه يعني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صبط حبيبي رواية طويلة ثم قال الإمام عليه السلام إن الله عز وجل خلق أرض كربلا قبل الكعبة بأربع وعشرين ألف سنة اللهم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضلها وفضل التسبيح بسبحتها اللي نسميها السبحة هي الصحيح مسبحة أو مسبحة فضلها لا يصف مثلا في رواية من سبح بتربة القبر يعني قبر الحسين عليه السلام كان له بكل حبة ستة آلاف حسنة بس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فبكل حبة مع تسبيحة ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة آلاف درجة اللهم صلى الله عليه وسلم محمد 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 وأما في فضل السجود عليها السجود يجب أن يكون على الأرض أو ما تنبت الأرض مما لا يؤكل أما السجود على الملبوس ماكو دليل عليه لا يجوز لأن ماكو دليل عليه بأن نهى رسول الله صلى الله عليه وآله فالسجود على الأرض لكن أكو أرض يستحب السجود عليها وهي أرض كربلة يستحب فإن السجود عليها يخرق الحجب السبع وينور الأراضين السبع اللهم صلى على محمد نحن الليلة سأنتعبكم بكثرة الصلوات لأن أفضل أعمال هذه الليلة هي الصلاة على محمد وآله محمد اللهم صلى الله عليه وسلم فالسجود عليها من أعظم المستحبات يخرق الحجب السبع قيل حجاب الحسد الغيبة المدرشون وكذا ينزه الإنسان من هاي الأمور وينور الأراضين السبع بعد يستحب استعمالها للاستشفاء فإنها شفاء من كل داء وهي الدواء الأكبر والإمام هذا أنا ننقلك روايات وهي الدواء الأكبر طبعاً لمن عنده يقين لا للشكاك للذي يوقن بذلك وفي تربته الشفاء وفي تربته الشفاء له تربة ما يقول الشعر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب به الداعي إذا مسه الظر أكل الطين حرام أكل التراب حرام بعض الروايات أعظم من أكل لحم الخنزير إلا تربة الحسين عليه السلام بقدر الحمصة أكو دعاء همات أكو ختم لهذه التربة المقدسة فهي شفاء من كل داء وهي الدواء الأكبر ولذلك وجب الاعتناء بها وتقديسها خصوصاً هذه المسبحة أو المسبحة وعدم يعني عدم الاعتناء بها يؤدي إلى صخط الإمام الحسين عليه السلام الميرزة محمد أحسين النور رحمة الله عليه هذا خاتمة المحدثين عالم جليل وكبير أستاذ الشيخ عباس قمي وأستاذ الشيخ أغابو زرق الطهراني وأبوه تلميذ الشيخ الأوحد على الله مقام محمد تق النوري ومجاز منه وهو تلميذ الشيخ مرتضى العنصاري هذا حسين النوري وتلميذ كان التلميذ الأول للمجدد الشيرازي اللي نقل حوزة من النجف إلى إلى سام الرام معروف هذا ماكو واحد من العلماء ما يعرفه عنده كتاب رائع جدا اسم دار السلام فيما يتعلق في الرؤية والمنام لطيف جدا إذا تريد تعرف أحكام الرؤية الصديق الكذب الكذا طلع على هذا الكتاب أربعة أجزاء يذكر هذه الرؤية يقول يوم من الأيام دخل أخي الأكبر فلان سماق قال إحنا خمسة دخل واحد منهم فأخرج المسبحة من جيبه من جيبه تحتاني مننا زين فلما رأت أمي ذلك زجرته ولامته كثيرا طلع السبحة يا سبحة سبحة تربة الحسين عليه السلام مو هاي النايلون أو كذا فلامته كثيرا وزجرته زين قالت لأنت لا تجعل السبحة هنا لأنه قد تجلس عليها وتتكسر بعض حباتها وهذا عدم اعتناء بها فقال لها أخي نعم وقد تكسرت حبتين يقول أم تأذت أكثر طلع حبتين شنو تكسرها يقول في تلك الليلة أبي رأى هذه الرؤية ثاني ينقصها علينا كأنما جاء الإمام الحسين عليه السلام ودخل إلى الحجرة التي فيها كتب أبي مثل المكتبة اللي يقرأ فيها ومعه هدايا ثياب كذا فقال لأبي نادي على أولادك يقول دخلنا أنا دخلت قبلني كذا اهتم بيطاني هدية وقل له الثاني كذلك يقول لكن لما جاء أخي المذكور صاحب المسبح غضب الإمام عليه السلام تغير كان كل واحد يستقبله بابتسامه بترحيب قل هذا لما أقبل أشار إليه يعني لا تدخل وتغير لون الإمام عليه السلام وقال لأبي إن ولدك هذا لم يعتني بتربتي وقد تكسرت حبتين حبتين منهما ثم قال دفع له قطعة من الهدية لكن شنو يعني بدون وهو منزعج وهو منزعج يقول هذا تصديق شنو ثم باليوم الثاني روى لنا هذا عندنا حادثة تشير إلى أنه هذا من المؤمنين وجاهل مثل ما بعض الجهل يوقف قدام الإمام ويصلى قدامه جهله وممتقصد ولو متقصد يكفر أقول لا من عاقبهم الإمام الحسين عليه السلام موسى بن عيسى الهاشمي والي هارون على الكوفة هذا فديوم رجل من بني هاشم بالديوان قاعدين يم قالهم أنا أصابتني علة عجز عنها الأطباء فأعطاني أحد أقاربي شيء من تربة القبر الحسين عليه السلام فلما تناولتها شفيت من ساعتي اللهم صلى الله عليه وسلم هذا سماع الوالي قال هل عندك شيء منها بغي هذا خطيئة حسبها لا يريد صدق هذا الله داء فقال له نعم قال أعطينيها أخذها منه عذرا لكم لكن ننقل الوضع كما هو قصة فأخذ بقية التربة جعلها في دبره هاي الحادثة من يرويها يرويها نصراني طبيب نصراني اسمه يوحن هذا سبب تشيعة سبب إسلامه وتشيعة يقول بعث وراء سابور الخادم خادم هارون تعال الحق لنا يقول دخلت وجدت هذا الرجل موسى بن عيسى وبين يديه طشت وقد ماذا وقد خرجت جميع أحشائه من دبره جميع أحشائه فقال تعال طبيبه قلت لهم هذا ما يفيد غير عيسى عليه السلام عيسى النار جابوه لطشت وإذا كل كل أعضاء من جو فيه هذا لأنه حقر تربة الحسين عليه السلام بعد مثلا يستحب أن يحنك الطفل بتربة الحسين عليه السلام بها آثار وضعية تحنيك شنه هو وضح الكياش شوية بعض الإخوان لا يعرف يستحب تحنيك المولود الطفل بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام للأسف أخوان الزوار الذين يأتيون للنجف ويروح لمكة يأخذ زمزم ويأخذ 50 لتور 30 لتور من يأتي للنجف لا يأخذ له ولا ما يفرات بينما ماء الفرات في كل يوم جبرائيل يقطر فيه قطرات من الجنة قطرات من الجنة ماء الفرات ومن آثار يستحب تحنيك الطفل به وبتربة الحسين عليه السلام فتأخذ ماء الفرات بصبعك وتمسح على تربة الحسين عليه السلام شيء قليل يعني مو ترابه مجرد مسح وتمسح فك الطفل من الداخل الأعلى هذا التحنيك لاحظوا أخواني مو هذا التحنيك تأخذ التربة ويجسع للطفل هذا مو تحنيك هذا هذا التحنيك ورد فيه مضمون بعض الروايات أن ما يفعل به هذا يكون من محبينا وشيعتنا اللهم صلى الله ويستحب خلطها مع الحنوط الحنوط الذي يحنط به المؤمن مساجد السبعة يستحب أن يخلط بشيء من تربة الحسين عليه السلام هذه لها أثار وين بالقبر كما أنه في القبر هي أمان في القبر يستحب أن يجعل مع الميت شيء من شنو تربة الحسين عليه السلام بل يستحب أو كاستحباب خاص حاول هذا أن تسعى له يستحب أن يجعل أمام وجهه لبنة لبنة طابوقة يعني طابوقة شايف بعض الناس يخليها جو ورأسها غلط هذا مو جو خده وإنما أمام شنو وجهه مثل سميه القبلة منا القبلة مو فالميت هكذا يكون راس وجه منا ورجلية منا فهنا صير هذا الوجه صير أمام الوجه داخل القبر داخل القبر أمام الوجه زين يجعل طابوقة ولبنة شنو آثارها راح يجينا راح يجينا نذكرها فهذه تكون له أمان كما أنها أمان من الحريق من الغرق في السفر من السرقة لكل مخوف للدخول على الصلاطين يستحب أن تتخذ لك تربة الحسين عليه السلام تحملها في جيبك نخليها على قلبك مو جيب الأمام الفوق يصير مننا نخليها لا تخليها بالأسفل بل يستحب أن تكون إذا سبح يستحب أن تكون خيوطها زرق خيوطها زرق يعني لا بأس أن المؤمن يعتني بهذه المستحبات يهتم بهذه الأمور زين فإن فيها من الآثار الوضعية والحسنات الكثيرة كثير من المؤمنين مثلا ما يهتم بملبس بمأكل بمشرب بقضايا مثلا أنا شايف بعض المؤمنين يفتهم عنده ذكاء زايد من يجي للسجود يخليه لشنو تربتين تربة للجبهة وتربة للأنف لأن يستحب أرغام شنو الأنف يعني على التراب عند السجود عند الصلاة يستحب هذا فخل المؤمنين يطلع على الرسائل العملي هذه المستحبات مهمة جدا شوف هذا المستحب الذي ظاهر من اللبنة ومن تربة الحسين عليه السلام كلكم سامعين هذه الأبيات إذا شئت النجاة فزر حسين لكي تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسم عليه غبار زوار الحسين اللهم صلى لكن هذه لها حادثة عجيبة غريبة أذكرها باختصار هاي صاحب الأبيات كان ناصبي أبو أم ناصبيين مبغضين لأهل البيت عليهم السلام هاي أمة كانت عقيم عاقر زين فنذرت لله شوف الغريب شوف الغرائب شوف العجائب فنذرت لله نذرا إذا الله سبحانه وتعالى رزقها ولدا وكبر تبعثه لقطع الطريق عن زوار الحسين عليه السلام ويرزقها الله ولدا فالله بالله عليك لو احنا في زمانها ها يصير عدنا شكل وما يصير عدنا شكل لكن هاي دائما الإنسان ليستعجل ليستعجل من يشوف الله يستجيب لكافر يستجيب لمنافق زين أو يعطي مثلا يستعجل الإنسان دائما يريد لأنه يريد دائما يريد أنه القضية الصرآنية قد أجيبت دعوتكما موسى وهارون بعد أربعين سنة بعد أربعين سنة يا الله استجاب لهم الله سبحانه وتعالى المهم فاستجاب لها الله وصار عندها ولدا وكبر الولد قالت تعالي يلا اذهب في بالنذر لازم توفي بالنذر اقطع الطريق راح إلى مكان الآن يسمى المسيب باب من أبواب من أبواب كربلة تسمى المسيب منطقة بعض الأخوان يعرفها باب من أبواب كربلة جهة المسيب هذا انتظر الزوار ما اجوا انتظر الزائرين ما اجوا نعس نام نام اجوا الزوار وهم يمشون طبعا لا أكو تبليط ولا أكو حتى لو أكو تبليط كلكم إن شاء الله تروحوا للأربعين وشايفين زيارة الأربعين ما الكل يمشي على التبليط لكن التراب يتصاعد وإذا بالغبار التراب يتصاعد على ظهره على ظهره هذا رأى في الرؤية كأنما مات وعرض على جهنم جابوا الزبانية قالوا له انت ناصبي مبغض لشيعة أهل البيت ومن مبغض شيعة أهل البيت أبغض أهل البيت عليه وسلم فأخذوه للنار عرضوه على النار رفضته النار طبعا بالمناسبة رفضته من مسافة بعيدة كما أن الجنة لها رائحة من مسافة بعيدة كذلك النار لها ماذا زفير وغيظ من مسافة بعيدة من مسافة بعيدة رفضته أرضوه مرة ثانية رفضته أرضوه مرة ثانية فهم ربه سألوا مالك خازن للنيران لماذا هذا 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 ناصبي هذا مبغض لأهل البيت هذا قاطع الطريق عن شيعة أهل البيت لماذا رفضته جهنم قال لأن على ظهره غبار زوار الحسين اللهم صلى الله هذا استيقظ مباشرة مع الزائرين توجه وأعلن تشيعه أمام قبر أبي عبد الله الحسين وقرأ هذه الأبيات إلى الشيخ جمال الدين الخليعي هذا من أكابر صار علماء وشعراء الشيعة أقرأ ترجمت في كتاب الغدير عنده أبيات رائعة عظيمة في مدائح أهل البيت في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قرأ هذه الأبيات إذا شئت النجاة فزر حسين لكي تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسم عليه غبار زوار الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله ما أكرمك عند الله ما أكرمك وما أعظم حقك عند الله عز وجل وفي تربته الشفاء في مثل هذه الليلة في اليوم الأول من صفر أدخلوا رأس الحسين عليه السلام إلى دمشق أدخلوه على يزين هذا الرأس الذي طالما أشبعه رسول الله صلى الله عليه وآله شما ولثما وتقبيل من هوان الدنيا على الله يعز علي أن أذكر هذا هو قاله الإمام الحسين عليه السلام من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل ومن هوان الدنيا على الله أن يهدى رأسه وأي رأس هذا هذا رأس رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهدى رأسي إلى بغي من بغايا بني أمي وإذا وإذا بيزيد يأخذ القضيب ويضرب ثنايا الحسين أيوة حسين أيوة سيدا يا يا أيوة شهيدا وأمام من فعل ذلك أمام أنظار زينب عليها السلام أمام أنظار العيال الأطفال وإذا بزينب تضرب على رأسها تصيح وجداه ومحمدا والله وشايا فهضمنا ما جرع لح وشاف يأوب ربينا العدو جرح وشاف على رأس الصبط تلعب وشاف أي عص يزيد ويسب حام أي الحام في مضمون بعض الروايات ماذا صنع يزيدا تسترها صار خلف الطشت لألا تراه زينب عليها السلام لألا تراه سكين لكن متى كان يسمح لهم في الليل لما جعلهم في تلك الخريبة كانت تنظر إلى رأس أخيها الحسين عليه السلام تتذكر تلك الأيام لما كانوا سوية هي وإياها وكانت تنظر إلى عيونه ووجهه ورأسه الشريف وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد تقل يا أخي يو 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 وحق رأسك ونور عيني أنا طول الدهر ما يفتع يا 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 رون يقيني أنا شلو يو ننساك وانت نور عيني يا رأسم يؤفترس الضياغم في الوغا كيف انثنت فريسة الأوغادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبيا قلبون والعاقبة للمتقين أخواني لدينا مرضى نتوجه إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما سنظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مرير خصوصا من أوصانا في الدعاء اشفي مرضاهم اقضي حوائجهم اللهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلدنا هذا وبلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات